جاهدينا مساء الخير بدون وسائل الانتقال والمواصلات تصاب الحياة بالشلال التام تتعطى الحياة المواطنين معيشيا واجتماعيا خاصة وسائل الانتقال المملوكة للدولة بالنسبة للبسطاء ومحدود الدخل ومتوسط الدخل وسائل الانتقال هي جزء من الأجندة اليومية والمعيشية للمواطنين وبالتالي سنخصص هذا اللقاء فيما يتعلق بمتر الأنفاء والسك الحديد مع وزير النقل دكتور يشام عرفات سيد الوزير أهلا بك أهلا بك وأهلا بك سيد الوزير خلينا أخذ من المقدمة دي وادخل على طول في الموضوع الموضوع يتعلق وخلينا نطلق من التصريح الذي ربما سبب جدلا شديدا خلال الساعات القليلة الماضية لما قلت أن السعر تسكرة المترو في مصر تساوي بيضة ونصف في مصر أو تجيب بيضة ونصف في مصر بينما هي في فرنسا تجيب سبع بيضات هنا هذا التعبير صدم الكثيرين على اعتبار أنه لا يراعي الأوضاع المعيشية في مصر مقارنة بالأوضاع المعيشية في الدول الأوروبي وبدأ البعض حتى يعني يأخذه بشكل تهكومي ليه حاولت أنك توضح المسألة بالبيض تحديدا يعني لماذا؟ ألا أتشكر لحديثك أول بجيئي يعني قدومكو عندنا في الوزارة لأن حياتها تعرف في وقت العبدالله بي بقى صعب شوي وأنا مقدر جدا لتعبقى وأنا مقدر الجهد اللي حدك تنزيله الحالة الثانية أنا سعيد إن حاجة تبتدي بيها دهية لأن حقيقة يعني مش بتعود إلا أنا يعني لو حد نقد حاجة وله الحق تماما إن أنا أفضل أرد على كل النقد فكويس إن حاجة جبت السؤال ده في الأول عشان إيه إن نرد يعني أو أوضح مش هارد أبدا ولا حاجة إن أنا أنا بوضح إيه لوجهة النصف بصفة العبدالله يعني أنا راجل بتاع مشروعات واشتغلت كتير وفي نفس الوقت عندي خلفية أكاديمية فلازم بنروح دايما من ناحية العلمية العلم بيجرده فأنا هقولك هي الكلام اللي عبدالله قاله ده موجود في كتب الاقتصاد اللي هو حاجة اسمها حاجة أقولها بالإنجليزي الأولة اسمها بورتشيسنج أو بورتشيسنج باور باريتي يعني إيه يعني تعادل القوى الشرائية بمعنى إيه تعادل القوى الشرائية ده مهم جدا هو بيسموه تريبل بي حتى اللي هي بورتشيسنج باور باريتي ده يعني النهاردة لما واحد يقول لي التذكرة في المترو في دبي أو في خمسة درهم أو التذكرة المترو في جلترق بثلاثة جنيه سترليني أو تذكرة المترو في برلين بثلاثة يورو بينما إحنا عندنا هنا تنين جنيه يبقى هل معقولة اللي أنا أقول ثلاثة جنيه في برلين يعني أضرب في واحد وعشرين جنيه عشان أحول يبقى التذكرة تطلع أربعة وستين جنيه معقول الكلام ده؟ طبعا ده مخرف اللي يقول حاجة سيئة طيب بتقارن إزاي؟ ما هو العلم رد عليها بقى العلم رد عليها نلجأ لحاجة اسمها تريبل بي اللي هي تعادل لقوة شرائية أو بورتشيسنج باور باريتي الأجور والمكافعات والأخرو اللي في هذه البلد غير هنا التعمين الصحي هنا غير هنا فإذا تتكلم في المقارنة بمتبقاش بالفلوس بس بالتعلاتة جنيه تتضرب أو تلاتة يورو تتضرب فيها فقالك تشوف سلة البضايع ايه هي بقى سلة البضايع في التريبل بي هم ثلاث حاجات مشهور الهامبورجر سانتشات الهامبورجر التفاح ويدبل هيد الفكرة دول ال ثلاث سلع التي يمكن هي الباسكد بيقاس عليها مش مقايدة الموضوع ليس مقايدة اطلاقا انا مش فاهم يعني انا ارجو الناس تخش على النات على جوجل وتكتب تعادل القوى الشرائية بس فقط لا الكلام اللي انت قلته ده هو كلام علم اقتصادي اقتصادي بالضبط كده عشان اقارن لغرض المقارنة بين تكلفة هذه الخدمة التي تقدم هنا وتكلفة هذه الخدمة التي تقدم هناك فانت بتعمل تعمل هذه المقارنة بيزدعالة او استنادا الى التعادل القوى الشرائية اللي وضحها القوى بالاقتصاد وبالتالي قلت ان لو حنقارن شوفوا تسكرة المترو في مصر تجيب بيضة ونص يعني ايه يعني احنا ارخص من ارخص مواصلة برا احنا ما زلنا ارخص بحوالي اربع اضعاف او خمس اضعاف اه بغض النظر بقى انسى خالص حضرتك المستوى الاقتصادي او مستوى المعيشي او المستوى الدخول ان هذه المقارنة بيزد على التريبل بي لا تاخد لا تاخد ذلك انها خلات خلاص اخدتها اساسا يعني انت فاهم قصد حالتك اه لا بس لما يقدمها وزير النقل للحديث عن اه وسيلة انتقالية انا لسه بقول في المقدمة اه يعني هي جزء من اجندة الحياة المعيشية والاجتماعية للناس بمعنى ان الناس بتعتمد عليها بشكل كبير لما اجي اقول انا اعمل هذه المقارنة فالبعض هيقولك طب ما هو مستوى اه شوف مستوى المرتبات هناك كام مستوى الاحوال المعيشي هو بياخد تعليم ايه وصحة ايه وبياخد حياة اجتماعية وعدالة اجتماعية ازاي وبعد كده ابتدي اقارن يعني ما هو ده يا فاندق بالي خلاني اعملها بالتريبل بي لو انا عملتها الكلام حالك سيبقى صح لو انا قلت التذكرة هنا بثلاثة يورو يبقى حضرة في عشرين جنيه ببستين جنيه ده اللي عبط ده الكلام اللي حالك بتقوله صح يبقى ليه بقى بوصت على شوف الدخول طيب عشان اخرج منها العلم قال كده العلم قال شوف قارن بالبسكتوف جودز او بسلة من البضائع الاساسية اللي هي الثلاث حاجات اللي انا قلت الحالك علي عشان تعرف انت فيه انت فهم قصد حالك يعني حقيقة التذكرة عندنا ده اللي عايز اوصله بقى ان حقيقة التذكرة عندنا في مصر حوالي تمانية جنيه حقيقة التذكرة في مصر عندنا تمانية جنيه من تمانية الى عشرة جنيه ده يجب ان يكون تكلفتها الفعلية حاليا حاليا ان المواطن ياخدها بتمانية او عشرة جنيه عمرنا ما هنعملها كده طبعا استحالة عمرنا عشان تكون مش دمش معناها نحن هنعملها تماني عشان بس الضن لا يقفز الى التصورات انما لو بوضوح ناوي تعملها كامسة لوزي لا احنا مش هنعملها يعني هنا تعتمد دايما على المصارحة يعني جدا انا ما عنديش مستخدم يعني النية والتخطيط ان تصل سعر تسكرة المترو الكامسة قبل ما اقولك انا بس عايز اوصل لحاجة ان العبدالله مش هو صاحب المترو ولا الحكومة صاحبة المترو ولا حتى سيادة الرئيس صاحب المترو صاحب المترو هو الشعب المصري الشباب اللي بياخدوها كل يوم مترقلين فيها من الموظف اللي بيتحرك عليها حتى الرجل الميسور الحال دلوقتي انا بسعد جدا انا بنزل المترو فوق حالك ما انت بمتصور انا تقريبا اسبوعيا لازم اخد المترو واخدو الخطوط كلها وابص عليها واتطمن عليها مرة هلقائي ناس بتصور العبدالله يعني يشوفوه العبدالله راكب المترو حد يصور كده يعني انما انا حقيقا تصورت ما تصورتش بنزل لان حقيقا انا من العشاق المترو اساسا ان انا شاركت فيه وحاول الحالة الورد وفاجأة ان انا شاركت فيه في الخط الاولاني اول ما اتخرجت الورد مرجح الوان الورد مرجح الوان واشتغلت فيه الخط التاني عملت الجزء اللي فوق الارض دي كلها اللي هي اللي هو شبرة الكبري بالمحطتين اللي هما قلية الزراعة وشبرة الخيمة وشاركت فيه بعض الاستشارات الهندسية خاص بالعمل النفقي في الخط التاني واشتركت في الخط التاني فانا طب خلاص زنطح يعني حالك من مؤسس المترو المترو ده حددك جزء من شخصية العبد لله يعني يعني حب للمترو هو اللي بيدفعني اللي انا اركب مش بس اللي انا كبان بالاضافة اللي انا كوزير لازم ابص على الخدمة بتاعته فيه اوقات الظروة بالذات الصبح اتطمن على نسبة التقاطر وهكذا فالمخطط كامسة بوضوع شديد بوضوع شديد جدا احنا مش معنى انا بقولك الحقيقة التذكرة من تمانية لعشرة انا حوصلها لا احنا بس كل اللي بنعمله حاجة لطيفة اوي احنا لسه ما خلصناش شبكة المترو احنا كل سنة هتسمع حديدك ان فيه حوالي ستة كيلو بيضافه لشبكة المترو طيب انا النهاردة الشبكة عندي سبعة وسبعين كيلو الناس كلها بداخدها باثنين جنيه دي مش موجودة في اي حتة في العالم مش يعني اي حتة في العالم مش موجود الكلام ده اللي انا الف باصر كلها باثنين جنيه يبقى لازم الطبيعي اللي انت حاليا ما تيجي تاخد عربية تاكسي او عربية حتى ميكرو باص من المطار رايح به اللي حد ناد الزباط اللي هو ميدان ناد الزباط في مصر الجديدة غير لما تاخدوا الحد العباسية غير بتامن غير المتروح المهندسي بيختلف السعر حسب المسافات يعني زي كل حتى في المترو ده ليش معنا في مصر اللي لا يطبق هذا الكلام ده حتى تبقى نوع من العدلة الاجتماعية ان انا النهاردة اللي بياخد المترو اربع محطات ما عاملوش زي اللي بياخدوا اربعين محطة يعني انا افتكر انا 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 ا